الحمد لله تقدم معنا فيما مضى ذكر سبب عظيم خطير فاش منتشر من أسباب ضعف الهمم وهو مرافقة البطالين والآن بإذن الله تعالى نذكر سببا آخر أيضا هو فاش ومنتشر ولا يقل أهمية عن الأسباب التي مضت وهو التعلق بغير الله وأعني بالتعلق بغير الله شدة المحبة والعشق لغير الله فالعبد المؤمن إذا تعلق قلبه بغير الله تعلقا شديدا يعني إذا وصل إلى درجة العشق والمحبة الشديدة والولا بغير الله رب العالمين من أي أمر كان مثلا إذا اشتدت محبته ووصل لدرجة عالية محبة وتعلق قلبه بامرأة أو بهاتف بوسيلة مسائل لا يمكنه مفارقتها أو ببلد معين أو بشخص معين بلاعب كرة أو بممثل أو بغير ذلك المهم أن النفس إذا اشتدت تعلقها بغير الله رب العالمين من الأشياء كائنا ما كان ومن كان سواء كان عاقلا أو غير عاقل إنسانا أو غير إنسان إذا تعلق القلب بغير الله تعالى تعلقا شديدا ووصل إلى درجة العشق والولاه المحبة الشديدة فإن هذا بلا شك يضعف الهمة قطعا يضعفها لماذا؟ لأن القلب إذا تعلق بشيء غير الله رب العالمين هذا التعلق المذكور ينشغل به لا بد أن ينشغل القلب بما تعلق به تعلق القلب تعلقا شديدا بآلة بامرأة بشخص بمشهور معروف أو نحو ذلك فلا بد أن ينشغل القلب به ينشغل القلب بالتفكير فيه ينشغل القلب بتخطيط للوصول إليه بالتفكير في أمره بتتبع حاله ومعرفة أقواله وأفعاله وتصرفاته وغير ذلك بحيث لا يستطيع مفارقته بل من التعلق كما قلت تعلق بعضهم بالهاتف بحيث لا يمكن أن يفارقه في أي مكان كان لابد أن يكون معه بل يوجد تعلق أكثر من هذا وهو تعلق بعضهم بشبكة الاتصال بمعنى لو كان بيده هاتف وليس فيه شبكة اتصال في بادية نائية عن شبكة الاتصال لم يكن عنده محرك البحث يشتغل يأسف ويتألم لذلك الألم الشديد بحيث يحزن حزنا شديدا ولا يأنس إلا بهاتفه ما يستطيع حينئذ أن يشغل قلبه ولسانه بذكر الله أن يشغل قلبه وجوارحه بعبادة الله رب العالمين بالتأمل في مخلوقات الله بحيث لا يبالي أوجد ذلك أو لم يوجد فهذا مثال ضرب لهذه المسألة ويقاس عليه غيره فالمقصود هو أن القلب كلما تعلق بغير الله تعلقا شديدا وأحبه وولها به ووصل لدرجة العشق فإن هذا يضعف همة العبد لأنه لا بد أن ينشغل القلب بذلك فإذا أردت أن تعلي همتك وأن تتطلع لمعالي الأمور فأزل من قلبك التعلق بغيره سبحانه وتعالى ولتجعل أعظم المحاب وأعلاها وعلى رأسها وأساسها وفي أعلى درجاتها محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أولها قال أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النر شاهد أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما بمعنى أن يجعل محبتهما أعلى من سائر المحاب من أسباب ضعف الهمام ضعف الإيمان بالقدر إذا ضعف إيمان العبد بالقدر خيره وشره تضعف همته وهذا الأمر فاش منتشر في زماننا هذا كثير من الناس في وقت الرخاء يقرر ويسطر ويعترف جازما موقنا بالإيمان بالقدر خيره وشره يقول أنا مؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادر الأمور بيده ومصدرها عن قضائه لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يقرر العبد هذا المعنى في الرخاء لكن عند الشدائد عند المصائب عند المحن عند الابتلاءات تأتي أمور أخرى بدل هذا فتجد العبد يتسخط ويتدجر ويقول الحرام وليس راضيا بقدر الله رب العالمين يقول بلسانه أو في نفسه يقول بلسانه أو في نفسه لماذا فعل الله بهذا ماذا فعلت لماذا لم أوفق في ذلك العمل لماذا لم أقبل في تلك الوظيفة لماذا فلان فلان قبل وأنا لم أقبل لماذا أتخذ الأسباب كل سنة ولم أفعل ويقول هذا على وجه الاعتراض مش على وجه السؤال عن الحكمة لا على وجه الاعتراض على وجه التسخط والتدجر غير راض بما قسم الله له غير راض بما قدر الله عليه وربما إذا أصاب بمرض يتساءل لماذا أصبت به ولم يصب به غير من الكفار والفجار والفسقة وأنا أحسن حالا منهم أنا أصلي وأفعل كذا على الأقل أنا أحسن حالا منهم فلماذا ابتليت بما لم يبتلوا به من شر ونحو ذلك ولا يقول هذا إلا دنيء الهمة ضعيفها جاهل بالله رب العالمين وبحكمه في أفعاله وتصرفاته سبحانه وتعالى أما العبد المؤمن كامل الإيمان عالي الهمة فإنه يؤمن بالقدر خيره وشره في الرخاء والشدة في السراء والضراء كما قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء وحمد الله فشكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء حمد الله فصبر فكان خيرا له إذن فضعف الإيمان بالقدر من أسباب ضعف الهمة فارضى بما قسم الله لك وبما أعطاك وبما قدر عليك من خير أو شر سواء كان القدر ملائما للطبع أو مؤلما منافرا قل ذلك من عند الله رب العالمين وفيه خير بلا شك وفي تدبير الله حكمة بلا شك وما قدره الله تبارك وتعالى عبثا فمنعني وأعطى غيري ومنحني ومنع غيري لحكم يعلمها ولا أعلمها آمنت بالقدر خيره وشره وانتهى الموضوع ومن أسباب ضعف الهمم أيضا مما هو مرتبط بما ذكرنا من ضعف الإيمان بالقدر ضعف وقلة التوكل على الله عز وجل يأتي بيان ذلك إن شاء الله عز وجل في الحلقة المقبلة والحمد لله رب العالمين لا تنسوا الاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد